بسم الله الرحمن الرحيم يمر العالم بظروف استثنائية دقيقة حيث الحرب الروسية الأوكرانية والنتائج المترتبة والمخرجات حتى هذه اللحظة بيتؤكد أن العالم يسير على أطراف أصابع أزمة طاقة حادة أزمة غزاء غير مسبوقة وضع اقتصادي مرتبك على مستوى العالم ربما هناك الكثير من التداعيات بل تظهر أثرها في سقوط حكومات سواء حكومات غربية أو حكومات في دول جنوب شرق أسيا مما جعل العالم يعيش ظرفا استثنائيا حقيا وفي المنطقة العربية ربما كان الإقليم ليس أسعد حظا من باقي الأقليم في العالم لذلك جاءت القمة العربية الأمريكية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية فرصة للتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوضاع سواء في الإقليم أو إعادة التموضع والتمركز للمنطقة في ظل هذا الوضع المرتبك ربما كان من الضروري أن نلتقط البصلة ونفهم ما يجري ونفكك هذه الإشكاليات ونرسم ربما خارطة طريق للتعامل والتعاطي مع هذه الأزمات المتلاحقة والمتداخلة والتي تمثل كل منها سببا ونتيجة لما يجري في الساحة العالمية ضيفي في هذه الحلقة بيمثل بصلة حقيقية نهتدي بها وسط هذه الكتل الضبابية الموجودة وحتى نخرج بسياق مفهوم نستطيع أن نقدمه للمشاهد وللقارئ أيضا وللنخب وللرأي العام العربي يجب أن يكون هناك قراءة دقيقة لذلك كان لقائي مع الأستاذ عماد الدين أديم أستاذ عماد أهلا مع حضرتك أهلا شاءت أن سعيدكم موجود مع حضرتك وأهلا بجمهورك كريم كل سنة حضرتك طيب يعني خلينا أقول لحضرتك أنه لا حديث في المنطقة العربية والإقليم إلا عن القمة الأمريكية العربية المنعقدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس تعاون خليجي مصر والأردن والأردن تركيبة وتشكيلة المشتركين ربما لها دلالة الدلالة الأولى لهذه الدول المشتركة والمشاركة في تقديرك إيه؟ بدل ما أقول لحضرتك انطباعات وأنا اللي أوصفهم نقول الواقع بيقول إيه؟ حينما يدخل الرئيس الأمريكا بايدن قاعة المجتمعين معه في هذه القاعة يمثلون الآتي يمثلون 45% من تعداد سكان العالم العربي اللي هم في حقيقة الأمر القوى الفاعلة الأساسية فوق ثلاثين من سكان الدول اللي مجتمع معها للتسع دول دول هم أصلا بيعبروا عن تركيبة ديمغرافية شابة شباب وشبات الرقم السناديق الاستثمارية اللي عندهم السناديق السيادية يلامس الاثنين تريليون مجموعة فيهم عدة دول تمثل من 18 إلى 20% من إنتاج أوبن بلس دولة قطر هي الدولة رقم ثلاثة في إنتاج الغاز في العالم نمرة واحد روسيا نمرة اثنين إيران والتنين تحت عقوبات فبالتالي تصبح قطر ليه الدولة نمرة ثلاثة 27 تريليون ده الاحتياطي بتاع حفيم الغاز تصبح دولة حوارية بصرف النظر سياسين انتمعها ضد لكن هذه هي المكان نحن دولة نتكلم على توصيف من هم في القاعد داخل هذه القاعد هو بيجتمع بهم الرئيس بايدن وهو يدرك هو قاعد مع مين هو بيتكلم مع أهم قوة عسكرية في الشرق الأوسط وهي الجيش المصري هو مجموع السلاح الجوي بس لمصر والسعودية والإمارات مجتمعا يشكل أقوى قوة طائرات قازفة مقاتلة من ناحية الفاير باور قوة النيران أو المدى التكتيكي والاستراتيجي اللي موجود عندها دول الناس اللي هو قاعد معاهم يرتبط تاريخيا بإعلاقة تاريخية للولايات المتحدة من سنة 36-37 لقاء الملك عبد العزيز روسفيلد على الباخرة في البحيرات المرة بالنسبة لمصر من سنة 75 بعد حرب أكتوبر وزيارات كيسنجر علاقة تاريخية ومن 79 برنامج المساعدات الأردن من أول الخمسينات علاقة مميزة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية إذ ظهرت في عهد الملك حسين نحن نتحدث أن هذا الرئيس الأمريكي الذي يأتي يدرك أنه في مصر الأردن الإمارات لهم علاقات سلام مباشرة مع دولة إسرائيل في تلات دول آخرين لهم علاقات شبه أعتراف لكنها ليست علاقات دبلوماسية لكن تعامل يعني عمان لها علاقات تعامل قطر لها علاقات تعامل في كذا دولة موجودة إذن إذا كان بيتكلم على معسكر السلام فمعسكر السلام أيضا العربي موجود في هذه القاعة يأتي وهو محملا بمجموعة من العناصر الموضوعية الضغطة عليه أولها أنه يدرك أنه الانتخابات الفصلية التكملية للسنة والكونجرس في أمريكا الاستطلاعات الرأي تقول أن حزبه الديمقراطي يواجه متعب ولن يكون الفائزا والاحتمال أن يكون هو رئيس لكن في ظل أغلبية يعني رئيس ديمقراطي في ظل أغلبية جمهورية فبالتالي يحصل ما يسمى بالجريد لقوة ومصطلح أمريكي يعني الانسداد في صناعة القرار في النهاية هو يبقى لديه رغب الواقع يبقى للمنطقة ولديه مجموعة من الاهداف يريد تحقيقها تحقيقها لكن فيه أولا نحن الأول نتكلم عن المجتمعين في القاعة ثم هنتكلم عن مشاكله هو ثم نتكلم عن الواقع لسه ما وصلتش للواقع مشاكله هو نمرة واحد أنه جمهور نمرة اثنين أنه هو الوضع الاقتصادي هذا هو أعلى تدخم ركودي في تاريخ الولايات المتحدة منذ 30 سنة نمرة ثلاثة أنه هناك ارتفاع غير مسبوغ في أسعار السلع الأساسية والخدمات نمرة أربعة يشكو منه المجتمع الأمريكي وهو أراد أن يعاقب روسيا فعاقب شعبه نمرة أربعة أنه جلون البنزين زاد دولار وتسعين سنت يعني قرابة اتنين دولار هذا يمثل من سبعة لعشرة في المية زيادة من النفقات على المواطن الأمريكي ده الخسائر المباشرة الخسائر غير المباشرة أنه لما هيروح يشتري سلعة من السوبر ماركت وهو أعلى مجتمع استهلاكي يعني مؤشر المستهلك الأمريكي هو أهم عنصر في ثبات أو تقدم أو انخفاض أو تدهور الاقتصاد الأمريكي الكونسيومر الأمريكي الكونسيومر ريبورت سلوك المستهلك الأمريكي هو الذي يحكم مستقبل الاقتصاد وبالتالي يحكم مستقبل السياسة فهو يرى أنه الصورة سيئة للغاية يأتي أيضا إلى المنطقة وهو قدامه نوع من التضارب السياسي ما بين ما وعد به أثناء الحملة الانتخابية وما بينهو مضطر أن يفعله الآن يعني هو تعهد بأنه لن يحادث السعودين أنه يقف ضد الدول اللي هو يرى أنه فيها مشاكل حقوق إنسان أنه هو الالتزام الأخلاقي والأيدولوجي هو الأساس لأنه يمثل وسط ونائبة تمثل يسار الحزب الديمقراطي فدول مجموعة أيدولوجية بالدرجة الأولى كل ذلك تبخر أمام الأزمة وأمام الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية وأمام واقع مرير للاقتصاد والارتباك والمحاولة التعديل الاستراتيجي في إعطاء الهمية من منطقة الشرق الأوسط والانتقال إلى جنوب بحر الصين والمحيط الهادي لتصبح هي المنطقة الأساسية التي فيها ينصب الاهتمام الأمريكي كل هذه القضايا علينا أن توقف أمامها وقبل أن يأتي بمجموعة أيام فقد أحد أهم أنصاره على الجانب الآخر من الأطلنطي وهو بوريس جونس ويأتي الآن إلى المنطقة وهو مدرك أنه الدولار الأمريكي لمس تقريبا قيمة الجنيه الإسترلين وقام بتحطيم مكانة اليورو هذا يبدو للوهلة الأولى وكانه انتصار للعكس لكنه على العكس لأنه الدولار المكلف الغالي يجعل حركة التجارة والبضاعة المصنوعة في الولايات المتحدة أقل جاذبية وليس أكثر جاذبية بينما الدولار الرخيص بالنسبة للعملات الأخرى اللي هو الأفوردبل يكون قابلا للتجارة فبالتالي ينخفض الطلب على ما هو منتج أمريكي لأن الدولار كعملة غالي الثمن بينما أنا لو رحت وقيت أن الروبية الهندي أو اليوان أو الروبل الروسي مور أفوردبل قابل للشراء ومغري أكتر فأنا أشتري بضاعة من هذه الدول فحتى الطبقة الأساسية اللي هي بتتحكم فيه معايير مهمة جدا في أمريكا وهي طبقة المصدرين والمستوردين في أمريكا أو المصنعين هذه الطبقة تتضرر بالفعل لأن سلاسل الإمداد والمواد الخام كلها معرضة للخطر وفيها إشكاليات وأيضا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الولايات المتحدة الدولة المستهلكة لكثير من السلع السلع المواد الغذائية وما ينتج عنها أصبح غاليا للسمن فكرة الأسمدة التي تأتي من روسيا وأوكرانيا ومخلفات الحبوب ومثل هذه الأمور الشعير وحصاد هذه المواد المحاصيل في نهاية الأمر أصبحت غالية السمن فبالتالي منتج المزارعين في أمريكا اللي هم بيمثلوا من 35 إلى 40% من الخسائل الضفية وفي الآخر المستهلك النهائي لهذه الحاصلات سواء في الداخل أو في الخارج سيتجبد مشاكل كبيرة يبا إحنا بنتكلم على أنه لديه في قاع قوة لا يستهم بها أثبتت له التجارب أنه لا يمكن أنه هو الاستغناء عنها وعليه أن يتعامل معها ويتعامل معها بفهم وتقدير وعدم تدخل في سيادتها الوطنية والإقليمية فهو يأتي إلى هذه القاعة في المؤتمر وهو محملا بمخاوف وهواجس إسرائيلية لمسنا أثناء زيارته في إسرائيل ولعلك شفت البيان الإسرائيل الأمريكي وهو بيان أنا شاكر أنك تلفت نظر النقط فيه أنا برضو توقفت أمامها بعد ذلك اللي هي فكرة التركيز على التعاون التكنولوجي واطلحه ما يسمى بالحوار التكنولوجي حوار التكنولوجي حوار التكنولوجي دولة زي مصر مثلا استطاعت في الثلاثة أربع سنين اللي فاتت في برنامج تسليح اللي هي تقليديا تكون قوة من ناحية حسب تقرير مجلة فاير باور اللي هي تقفز من المركز 13-14 وحالا توصل للسابع أو الثامن أو التاسع في قوة النيران ونوعية التسليح والإنفاق العسكري هي محتاجة أن تتميز بنوع من القوة المختلفة هذه القوة المختلفة التي يدخل فيها الروبوتكس والبحث الهلمي والليزر والبليزر والزكاء الاصطناعي وكل هذه الأمور أعلى دولة في العالم عندها مثل هذه القوة يمكن التعاون معها هي الولايات المتحدة الأمريكية فإسرائيل الحريص على مصادر القوة تذهب دائما برؤية مستقبلية علمية سكية إلى أين تكمن القوة وهذه قوة موجودة في البحث العلمي في مجال التصنيع العسكري الأمريكي طبعا إسرائيل لما بتراهن على هذا الطيار هي بتراهن على جانب جديد من الإنفاق العسكري داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية في البنتاجون هو ده البودجيت الميزانيات جاية كلها داخل البنتاجون على السلاح الزكي فهي لما بتخش في ده بتدخش داخل المؤسسات وبتجند هذه المؤسسات لدعمها على أساس أن هي الزبون الأول الذي يتعامل في هذا النوع من التصنيع وهذه التقنيات وهذا النوع من التعاون نيجي بقى للنقطة الثالثة اللي هي موجودة هو على مداء القصير اللي هو موجود يعاني من إشكاليتين إشكالية أولى لا علاقة هو ملو الزنب فيها حرام يعني لا ألوم أحدا ولا أعيره ولا هم لا هزه ولا شماته وهي أنه وصل من العمر أصبح في خريف العمر وأصبحت قدرته على التركيز وعلى الطاقة وعلى العطاء محدود بحكم السن يعني هم يعني هو الرجل سنه كده هتعمل معي لكن احتمالات أن ينظر إليه على أنه الرئيس المقبل الذي يمثل مستقبل للولايات المتحدة الأمريكية أو الحزب الديمقراطي الشاب لا مش موجود ده نمرة واحد نمرة اتنين الإشكالية الثانية أنه لماذا تعطي يعني اللي مجتمعين في الأوضة أو اللي في إسرائيل لماذا يراهنون على رئيس احتمالات أن يبقى معهم السنوات المقبلة محدودة وضعيفة فدايما الرئيس الأمريكي هو حارس لتعهداته وبذهاب الرئيس الأمريكي تذهب التعهدات صحيح أن ده بتعمل اتفاق مع دولة بتعملها مع نظام مع أكتر دولة تحسب أنها مؤسسية وديمقراطية لكن في نهاية الأمر الرئيس هو يحرص تعهداته واتفاقاته في الولايات المتحدة هكذا علمنا التاريخ والتاريخ خير والدليل لسه ما جار من بايدن ضده فإنت إذا وضعت طبيعة الناس القائمين في هذه القاع اللي هو بيتفق معه نمرة اثنين طبيعة الإشكاليات والتحديات اللي موجودة عنده نمرة ثلاثة مشاكل مستقبله السياسي كل هذه الأمور تضع شيء مهم جدا إن الاتفاق اللي موجود أو هذا الاجتماع هو اجتماع في أحسن حالاته اجتماع مفيد داخلياً يسوق داخلياً للطرفين الطرف العربي والطرف الأمريكي فهو مفيد أن نجلس الآن وأن احنا نتصور الآن وأن احنا نطلع أن نأكد على بعض النقاط الآن وأنه لملم شظايا المنطقة التي طبعثرت نتيجة الخروج الأمريكي المرتبك من أفغانستان وسحب صواريخ باتريوت من المملكة العربية السعودية واعتبار الحوسي ليس منظمة إرهابية والزهاب في حالة غيبوبة من مشروع الدولتين الفلسطيني الإسرائيلي كل هذه العناصر عناصر سلبية تركت المنطقة في حالة ارتباك الفائدة العظمى مما يحدث الآن أنه الجانب العربي لم يعد يعيش في مرحلة الرهان الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية أدرك معسكر الدول الخليج العربي ومصر والأردن والعراق أنه رغم الأهمية العظمى للدور الأمريكي في العالم والتحالف مع الولايات المتحدة والصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أنه فيه ثلاث نقطة لازم نركز فيهم نمر واحد أنه أمريكا ليست الدولة التي تراهن عليها بكل رصيدك على مائدة القمار السياسي مش اللعب الوحيد دي أصبحت مسلمة عربية نمر اتنين أن الولايات المتحدة نفسها لم تعد تضع الشرق الأوسط الأولوية رقم أولى ولكن أولوياتها حالة العداء مع الصين وروسيا ومحاولة فرملة أو تقليل أو تقليل تسارع السعود العملاق الصيني في التجارة العالمية وفي الاقتصاد العالمي النقطة الثالثة المهمة أنه الذي يحمي الأمن القوم العربي في ظل مناطق الصراعات الموجودة والملفات المفتوحة الآن هم العرب أنفسها وأنه معسكر الاعتدال العربي هناك معسكر اسمه الاعتدال العربي هو ده اللي موجود في القاعة الآن مع جزء بايدن يعني هو ده اللي موجود معافح هو بيكلم أكثر العرب اعتدالاً وأكثر العرب براجماتية وأكثر العرب اعتداداً بسيادتهم الوطنية وفي عبارة مشت في 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 هذا المؤتمر في السياغة عبارة بتقول إيه بتقول دعونا نبدأ دون الرجوع إلى الماضي آه خلاص نبني على الماضي آه بس دون الرجوع إلي يعني ما تقعدش أنت تفتح لي وأنا أفتح لك زي مثلاً إيه اتنين أصدقاء كسروا بعض كان عندهم مشاكل كثيرة جدا لات ستارت فرش دعونا نبدأ يعني من جديد وانت بقى ما تقعدش تقولي انت سحبت البتروت والتاني يرد عليه يقوله وانت عندك مشاكل حقوق إنسان وانت عملت وانت يوم كذا قلتلي وانت قابلتني وانت ما قابلتنيش وانت ساعدت خصمي وانت ما ساعدتش خصمي وانت رهنت على ترامب لا أنا ما رهنت وانت تتحشف النفاق آه عايز تتعاون في واقع موجود إن إحنا من أهم شيء الآن في العالم عندك هو الاقتصاد والاقتصاد يتأثر بالدرجة الأولى بالطاقة اللي هي تؤثر على الخدمات وحجم الإنتاج وأسعار السلع الأساسية وسلاسل الإمداد الطاقة نحن اللعب الأساسي في معسكر الطاقة سواء إذا كانت غاز أو نفط الطاقة أيضا عليها أن تنتقل وعشان تنتقل يجب أن تتتقل من ممرات استراتيجية آمنة أهمها في المنطقة قناة السويس المنطقة في العالم العربي حتى تكون قوة استراتيجية لابد من قوة معتدلة أساسية ليست لا تلعب لعبة التطرف وتحارب الإرهاب التكفير في دا يقود هذا المعسكر مصر بتحارب الإرهاب التكفيري السعودية الإمارات الأردن وطيارات داخل العراق أيضا فكل هذا الأمر عليك أن تنتبه له وهذه المحادثات بتدور المتوقع أننا في الآخر نخرج من هذا الاتفاق هي اتفاقات مفيدة لكنها لن تقدم حلولا استراتيجية طويلة الأمد ليس بسبب الطرف العربي ولكن بسبب أن الطرف الأمريكي غير مأمون الجانب قيادته غير مجبورة الاستمرار ولا استطيع أن يحمي تعهداته قابلنا على هذه الرؤية التي فيها هشاشة الموقف الأمريكي التي تسمى state of uncertainty حالة من عدم الطيقل ودي أصعب حالة لصانع أي سياسة في العالم ليه؟ لكن ده لو مدرك أنك قات على حرب لا محالة بتؤدي العدة للحرب صحيح بكله لو أنت قات على تفاوض يفضي في الآخر إلى أجاهز 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 لكن لما تكون نفس فرص الحرب والسلام أو المجهول أو استمرار ما هو كائن كما هو كلها متساوية حالة ضبابية بتبقى حالة ضبابية وترهق متخذ القرار متخذ القرار لأنه مش عارف state of uncertainty عدم اليقين حالة عدم اليقين أنت رايح فيه فهي دي سمة العالم مش سمة المنطقة مش سمة دولة لا ده سمة العالم عالم مرتبك يتشكل بقواعد جديدة في شكل نظام جديد في عناصر قوة جديدة في ترتيب قوة جديدة في مناطق نفوذ جديدة كل ده بيتشكل الآن وكله الآن في حالة محاولة ضغط لتغيير قواعد اللعبة والمعادلة وحسته في عناصر القوة هذا الأمر لسه ما استكملش في هذا الوقت تعمل يمكن يخده سنتين ثلاثة خمسة سبعة ممكن يطاول في هذا الوقت ارتأت دول المنطقة وبحكمة شديدة جدا وتحديدا فخمت الرئيس السيسي واسموه الشيخ محمد بن زايد واسموه الشيخ محمد بن سلمان انه نحن ننقى بانفسنا استراتيجيا عن الدخول في محاور نحن مصلحة هذه الدول المصلحة الوطنية لهذه الدول ان هي تتعامل مع كل الكتل ان هي تقف على الحياد ان هي تحاول ان تكون منصة حوار وتفاهم وليست منصة تأجيج صراع ما بين روسيا واوكرانيا ايضا لا يجب ان احنا ندفع تمال حرب احنا لا نقتل لنا وجمل فيها لسنا طرفا فيها احنا ما لناش اي مصلحة استراتيجية بل لدينا خسائر خسائر استراتيجية فيها وندفع فاتورة باهزة السمم السبب فيها هو التحريد الامريكي والتوتر الروسي اللي اتنين داخلين في حالة صراع مع بعض هما دولو كوار مع بعض لكن احنا بنفع فاتورة اكتر من قدرتنا على التحمل وعلينا ان نتعامل معها بفهم وحكمة وشجاعة اهم شيء موجود في المنطقة الان انه الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد الامير محمد بن سلمان ايقنوا بما لا يدعو مجانا للشك ان مستقبلهم يتقرر في عواصمهم وليس في واشنطن ولا في موسكو ولا في لندن ولكن يتقرر في العواصم العربية انهم في حالة احتياج استراتيجي لبعضهم البعض وده مش عيب بالعكس انا لما كن محتاجك وانت محتاجني بنفس القوة ونتعامل بنفس الشفافية ونفس التفاهم ونفس العطاء وده حاصل دلوقتي وده حاصل دلوقتي وكل يوم بيتطور وكل يوم لانه السياسة مش مجرد زرار افتح وقفل يعني النهاردة انت مش فاهمني بكرا انت فاهمني لا لا ده تراكم تعامل وتجربة وبياخد وقت يعني في دول لها علاقات استراتيجية مع دول حتى الان بتحاول ان تكيف نفسها على المتغيرات وعلى التطورات وعلى الاحداث اللي هي موجودة طيب الامارات فيه قواصم مشتركة وفيه حد ادنى استراتيجي متفق عليه انه السيادة الوطنية انه قررتنا بتخرج من عواصمنا ان احنا في حاجة الى بعضنا البعض اننا لن نعطي شيخا على بياض لأي ادارة امريكية سواء جمهوريين او ديمقراطيين لسنا طرفا فيه اي احلاف سواء روسية صينية او امريكية واحنا اصدقاء مش تابعين واحنا اصدقاء مش تابعين مش تابعين احنا ما بنشتغلش عندكم احنا مش عملاء ترفع عليها السامعة تقول لي روح بكرة حارب لبي هذا طلب طلب من الرئيس السيسي من كاري في بداية حكم قال له انا شايف ان انتو احسن حل ليكو تنقذوا اقتصادكو ان انت تخش تحارب لبي ونفس هذا الطلب طلب من طلب الادميرال ستانفيل تيرنر رئيس السي اي اي للرئيس مبارك واستمع الى رد واحد من الاتنين رد الدولة المصرية رد الدولة المصرية ورد الجيش المصري ورد الوطنية المصرية نحن لسنا عملاء ولا نريد ان يحسب عليه ان احنا نطلق رصالة ولا وقلاء على اشقائنا العرب ولما نريد ان احنا نقوم بدربات تأديبية او نريد ان احنا تعدى يكون قرارنا مش قرار مش املاءات املكية مش قرار الولايات المتحدة مش انا شايف انه مصلحتك تغزل بي ومع الحفاظ على الصداقة والعلاقات الاستراتيجية اه الكلام عشان بس ما بقاش بقول لك كلام عن تاريات الكلام ده تلاقيه في كتاب الفيل اللي هو اللي كتبوا بوب وودورد واثنشر من حوالي اشرين سنة وفي فصل كامل عن لقاء ستانفل تيرنر مع الرئيس مبارك في بداية حكم الرئيس مبارك رحمه الله الكلام الخاص بجون كاري ده خرج من كاري نفسه في الولايات المتحدة بعد ان ترك الحكم ففي نهاية الامر نحن دول لدينا سيادة لما يجي الامريكان يقول الطرف السعودي نريد كذا وكذا وكذا بالنسبة لعلاقات مع اسرائيل يرد عليه الطرف السعودي بشكل واضح جدا احنا اذا فيه ممكن يكون سلام السعودية تكون اخر دولة تقوم بالسلام انه لا يمكن ان احنا ندي تطبيع مجاني خاصة ان احنا دولة مليك البلاد فيها يسمى خدم الحرمين واول القبلتين خوى القدس والقدس يتم التعامل معه باستهانة وباستهتار وباعتداءات يومية من قبل المتطرفين اليهود في القدس الشريف وحتى الان وضعية القدس لم تحسب ففي نهاية الامر لا تطلب مني ان انا اضيك بصمة اعتراف او وثيقة بالدم تقول ان انا موافق على ما تفعل مع الشعب الفلسطيني ومع المقدسات الاسلامية يعني وضعية السعودية ليست مثل اي دولة يعني ممكن في بعض الدول يكون عندها حواجز سياسية او حواجز امنية اهم حاجز موجود عند الطرف السعودي هو الحاجز الروحي الحاجز العقيدي وهو الاخطر لانه جزء من تركيبة الشرعية السعودية وهي لا تستطيع ان هي تغامر بهذا الموضوع بشرعيتها لان هي قبل ان تخشى شعبات خف الله طيب مصر وهي موجودة في القاع عايزة تخرج بمكاسب ايه المكاسب الموضوع بمصر تخرج بيه مصر في نهاية الامر كان اهم عنصر انه ادارة بايدن الديموقراطية اللي هي باراك اوباما بارتو الجزء الساني اعرف زي مسلسلات اه اه اللي يبعى مسلسل اللي هو فاستان فيوري رقم واحد ثم اثنين ثم ثلاثة ثم اربعة لا هو جو بايدن هو اوباما نمرة اثنين بس على صورة تشيخ وليس تشابة واقل زكاة يعني انت لما تبص للصراع ما بين بايدن وبين بوتين بوتين هو طبعة عبقرية ومنقحة وزكية ومتطورة من استالين زكية طبعة عصرية وبايدن هو طبعة سيئة شاخت من اوباما فهذا هو الصراع بين الاثنين اللاعبين دول طبعة قديمة وطبعة جديدة لمثالين كل واحد مهم بالنسبة للبلد كل هذه الطرهات الامريكية والحسابات الخاطئة والخطايا في التقييم والحديث الدائم عن ما يسمى بالزبط لانه هناك مشروع اصيل لا علاقة له بالادارة الجمهورية او الديمقراطية اسمه الفوضى الخلاقة اللي هو كتاب الشهير بتاع كيف يمكن ان تغير نظاما دون ان تطلق رصاصة واحدة هذا الكتاب هو اللي بيدرسه فيه جامعيات المجتمع المدني في سربيا وفي امريكا وفي لندن لتنمية مجتمع مدني يقوم على الانقلاب على الحكم من الشارع واقامة نظام على النسق الغربي بصرف النظر عن فكرة الحكم الوطني او السيادة الوطنية ولسه من كم يوم كان بولتون بيتكلم على انه هو نفسه قدر مجموعة انقلابات ولم يفسح عنها لكن مفهوم اه فاحنا النهاردة عندنا خطرين عندنا خطر الارهاب التكفيري وعندنا الليبرالية التكفيري اللي هي في الجماعات الليبرالية اللي هي بتمول من الخارج ده يمول من الاولان الارهاب التكفيري يمول من منظمات ودول رعية للارهاب والتطرف الديني والتاني يمول من انظمة الدع الديمقراطية ولا الاولاني دين ولا التاني الليبرالي فالقضية اللي هي كمان عشان نكون منصف احنا علينا حتى نقيم حكما وطنيا ان نعيد الدين الى صفاءه ونؤيد الديمقراطية الى حقيقتها ولا دون مساعدات دون مساعدات لا ودون استبداد يعني ودون ارتكاب اخطاء مجانية لنسلم بها رقابنا الى هذا او ذاك هذا او ذاك احنا علينا ان احنا نقيم حكم عدل حكم انصاف حكم امفتاح حكم اصلاحي حكم زكي فمصلحة مصر في هذا الصراع نمرة واحد هو الاعتراف الامريكي بمشروع الدولة الوطنية المصرية عدم التدخل الامريكي في الشأن المصري ادراك الولايات المتحدة الامريكية ان مصر هي الدولة الاولى التي تكافح الارهاب التكفيري سواء داخل اراضيها او في سيناء او في المنطقة ادراك ان مصر هي قوى العسكرية الاساسية في منطقة الشرق الاوسط وشرق البحر المتوسط وافريقيا وضرورة عدم التغافل الاستراتيجي عن دورها طيب هلني اسأحك سؤال بيضور في الشارع العربي هل هذه القمة من ضمن مخرجاتها المتوقعة ان تغير موازين القوى في الاقليم عادة توزيع الادور في الاقليم مرة اخرى لا ده دور اكبر من المؤتمر ده هو اقصى حاجة بيفكروا فيها في المؤتمر وهذه هي رغبة امريكية هي فكرة تلاقي البيان الامريكي اللي طلع في من خلال رسالة بايدن اللي نشرت في الواشنبوست الامريكي يتحدث عن ليس اكسباند وهو توسيع السلام ولكن ديبن تعميق السلام تعميق الفرق بينه لا توسيع السلام يعني دخول اطراف اخرى جديدة ديبن انه القوى القائمة الحالية تعمق من مش عايز اقولك تورطها ولكن تدخلها او انغمسها او تعاونها في السلام العربي الاسرائيلي في فرق بين اكسباندينج ايوه توسيع وتعميق احنا شغلين في تعميق دلوقتي هم المطلب الامريكي واقعي هتلاحظ ان الامريكان في حاجات كتير يعني مش هيكلمك على حقوق الانسان كتير مش هيجيلك على نقط مشاكل كانت ثنائية مع الدول مش هيجيلك على يبدو وكأنه ضغط على او بيك بلاس ولكنه يطالب برفق وبزوء بدور دور مسؤول والتزام لتوفير الطاقة الامنة باسعار مقبولة بتخدم المنتجين والمستلقين سواء بسواء كل هذه هي المطالب الامريكية لكن اقصر حاجة هو بيفكر فيها انه يا سيدي شوف لي مسارات طيران المدني شوف لي مسارات التعاون البحري اللوجيستيكس اللي هي تخلي ممكن الطرفين العربي والاسرائيلي حتى لو هما الاتنين مش قاعدين في خندق واحد او عندهم غرفة عمليات واحدة على الاقل لديهم بالضرورة حكم عدو مشترك مثلما حدث مثلا في الحرب العالمية التانية هي كانت روسيا وبريطاني يعني اللي تعادل سوفيت القديم هل جوزيف ستالين كان صديق لوينستون تشيرشيل كانوا الاتنين يتبعان نفس الايدولوجية ولكن وحدة العدو المشترك وهي النازية وهتلر جمعت انه هناك يكون تنسيق المصالح الاستراتيجية ده بيتسعنا الى ما تردد حول قامة منظومة دفاع جوي لتشمل الدول العربية مع اسرائيل مع الارات المتحدة الامريكية يعني انا يصعب علي في المرحلة الحالية اشوف غرفة عمليات فيها جنرال اسرائيلي قاعد جنب جنرال خليجي والاتنين بين الساقط لو طيارات لكن اقدر اشوف غرفة عمليات امريكية تنسق مع العديد من الاطراف لاجراءات حماية او اجراءات استراتيجية او عمليات محدودة او طلعات استطلاع او عمليات حراسة بحرية او تنسيق لان الطرف الرئيسي اللي هو على علاقة بالجميع هو الولايات المتحدة الامريكية وتوجودها اللوجستي سواء بالقطع البحرية في البحر المتوسط او البحر الاحمر او قواعد الثبتة الموجودة لها في المنطقة من اول العديد الى الامارات كل ذلك يخلق لها وضعية تستطيع فيها ان تقوم بدور المنصق العام للتعاون الاستراتيجي للحماية وليس للدخول في مواجهات مع سيد زمد يعني خلال الاسبوع القادم سيكونك قمة روسية ايرانية تركية في طهران هل بيمثل هذا في تقديرك حتى في اطار الشكل العام ردا على المؤتمر الامريكي العربي هو كان يبقى رد لو ده بيحدث لأول مرة لكن التنسيق الدوري بين الدول الثلاثة دول وكان من باعه الاول الوضع في سوريا والوضع في المنطقة موجود بقاله ثلاثة اربع سنين يعني الاجتماعات في سوتي وفي اسطنبول ليس له علاقة بي لا هو دايما دوري لكن عبقريت سيرجيل لافروف وهو الكاهن الاكبر في الكريم اسمعت السياسة الروسية وعبقري السياسة الروسية هي اختيار التوقيت للايحاء بما اقول بزاة احنا بنتحرك في المنطقة وفي نفس الوقت نسق مع الرئيس اردوغان الذي اتصل هنا في دول الخليج وابلاغهم احنا لسه هو بنحسن العلاقات مع بعض واحنا هذا الاجتماع لا علاقة له باي عداء موجود واحنا وجودنا داخل هذه قاعة في الاجتماعات مع الروسي ومع الايراني يضمن لكم مش هيكون فيه اي عمل عداء تجاهكم تاجر لعيب شوف قول اللي تقوله على رجب طيب اردوغان وانا اصلا يعني من اكتر الناس اللي عندي كان مشاكل لانه كان له مواقف ضد بلادي بعد ثورة 30 يونيو 2013 يعني موقفي واضح وكتبته عشرات المقالات لكن لابد ان اعترف انه لاعب ماهر ويعني هو الشخص المناسب شخص المناسب في فكرة مطاطية المبادئ والمواقف يقدر ينقل في اي عي يعني فيه حد يقولك والله لا انا مقدرش اتنازل عن مبادئ السابقة تاريخي لا يسمح لي ان اعود وارتد لا مبادئ امرنا ده اين تكمن المصلحة هتلاقيه موجود على طول يقلب وليش اسمش عيد ده بص لعبة السياسة يعني اللي هو اللي مسك المصحف من الخلفاء الرشدين في دولة العباسية على ما اعتقد ومسك المصحف وحطه على راسه ساعة لما قالوا له انت حتبقى خاليفة مسك المصحف وحطه على راسه وباسه قال له اما انت يخطب المصحف فهذا فراكم بيني وبينك لأنني أصبحت حاكمة يعني فكرة الرؤية الانتهازية الغير مبدئية أعظم شيء في بعض الحكام مثلا زي الرئيس عم فتح السيس أنه في نفس الوقت الذي يمارس فيه لعبة السياسة بصعوباتها وتعقيداتها هو عنده مخافة الله عنده مواقف مبدئية عنده اعتزاز بكرامة وطنية فكرة التوازن بين هذا ودك صعبة جدا في هذا الزمن السيء الصعب سيد عم فتح خليني أروح مع ذلك إلى ملف آخر ربما يكون هو الأكثر خطورة والملف الاقتصادي والصعوبات الاقتصادية نتيجة كل ما يجلي سواء الحرب الروسية الإكرانية أو مخلفات جائحة كورونا إنجاز التعبير جعلت هناك أوضاع اقتصادية ضغطة على جميع دول العالم خلينا بس ركز على الوضع الاقتصادي للمنطقة وخصوصا مصر وكان لك مقالات في هذا الإطار وكان فيه قراءة موضوعية واقعية بتسير بشكل منطقي مع الواقع وفي الناس فيهمتها غلط وفي الناس فيهمتها غلط وفي الناس فيهمتها صحة وفي الناس فيهمتها صحة لكن في النهاية في جميع الأحوال في جميع الأحوال في حرب اسمها الروسية أوكرانية لا خلاف علي هذه الحرب أضرت بالاقتصاد العالمي لأنها وصلت إلى مصاف حرب عالمية تلتة لم تؤثر على الدول المحيطة في الإقليم فقط ولكن أضرت بالعالم لأن دولة منهم تمتلك الحبوب والغلال والدولة الأخرى تمتلك مصادر في الطاقة أساسية وتمتلك مصارات نقل الطاقة في الأنابيب فهذا أثر على الاقتصاد العالمي الكوني بشكل كامل وليست بعض دول قوية وبعض دول ضعيفة وبعض دول استفادت وبعض دول خسيرة الجميع يخسر في هذا النوع من الحرب ده اللي حصل الآن العالم كله في الكورونا كان إجمالي الناتج العالمي في كورونا 98 تريليون دولار 2021 ده فقد منها 28 تريليون يعني فقد حوالي التلت من نتج العالمي آه آه من نتج العالمي الآن حرب الروسية الأوكرانية تتعدى خسائرها المباشرة التريليون دولار الغير مباشرة محدش لسه عارف يحسب يحسب فأنت في الآن تتحدث عن خسارة استراتيجية يندر أن تحدث مرة كل مئة سنة حصلت في ثلاث سنين مرتين وما زالت مستمر فالاقتصاد العالمي متأثر ويعني ويلس فارجو ما أحد ويلس فارجو المصرفي العالمي اللي هو بتاع الدراسات اقتصادية قال لك مما لا شك يعني ما فيش أبدا في دراسات علمية يقولك مما لا شك فيه لا بيقولك مما لا شك فيه أن الاقتصاد الأمريكي لن يعاني الركود لأنه الآن بالفعل يعاني من ركود تدخم ركود تدخم يعني تدخم أدى إلى ركود ويعطي من خمس لسبع سنين العودة إلى ما كان عليه صبيحة يوم الحرب الروسية الأكرانية يعني إفرد الحرب الروسية الأكرانية دي بدأت يوم حد كل اللي احنا عايزينه بس أقصى نرجع بس اليوم السبتي لما كان عليه مؤشرات الاقتصاد الأكرانية بعد سبع سنين بعد سبع سنين من توقف الحرب الروسية الأكرانية فعليك أن تدرك أن تدرك مستقبل العالم وهذه ليست صورة مش أنا يعني كثير بييجوا يزعلوا مني يقولك أنت تدين الصورة تشاؤما حبيبي أنا أنا زي دكتور جبتلي أنت تحليل دم بتاع مريض أنا بصيت فيه كده هو لقيت فيه كوارث في الدم ولقيت كوارث في الكوليسترول ووظائف الكبت طب أطلع أجزة بقوله لا أنت زي الفل وبكرة راح تجاوز ولا أقوله أنت يعني حالتك سيئة جدا ومحتاج علاج والصورة ليست مبشرة بالخير نحن نقرأ النتائج اللي هي مش أنا اخترعتها أو المؤشرات اللي أنا كتبتها أو الأرقام اللي أنا حصدتها هذه يعني ده بس المتابعة العلمية الموضوعية الدقيقة المنزهة عن الهوى تجعل لك رؤية تحليلية أنه هذه الوقائع والمؤشرات تدل على أن العالم مقبل لا محالة على من خمس لسبع سنين من الأزمات تؤثر على سلوكه وتجعله أكثر انتهازية من ناحية السياسية تجعله أكثر توترا تجعله أكثر ارتباكا تجعله أكثر وحشية من هنا علينا نحن الدولة الصغيرة والمتوسطة في معسكر لعبة العالم في 210 دولة أن ننظر جيدا إلى أين يتكون مواقعنا ونتبوأ لا مقعدا مش من النار ولكن من مقعدنا من النجاح من الكوارث اللي جاية في هذا العالم المضطر حسنا بنحذر بس بنقول يا جماعة خلي بالك آخر الشارع ده فيه مطب إذا وقعت فيه مش هتعرف تطلع منه إلا بسوء وانت بالمؤشرات اللي مرحبك قلت إنه ودي مش مؤشراتي أنا يعني أنا معدتش في البيت وكتبت المؤشرات دي الموجودة ومعلنة معلنة معلنة في تقارير مؤسسات المالية العالمية صندوق النقد الدولي البنك الدولي الدول نفسه يعني صاحب الأمر يعني واحد طلع التلفزيون قال يا جماعة أنا عايز أقول لكم خبر على فكرة أنا عندي سرطان هو قال هو قال وفضل علي يعني هو قال طب أنا دلوقتي أبقى 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 صحيح صحيح صاحب الأمر صاحب الأمر الطرف الرئيس فالعالم هذه هي مؤشرات وهي مؤشرات صعبة جدا وعلينا أن نكون على مستوى المسئولية أخطر شيء أبقى ألا نصطاد في الماء العكل أيوة يعني أنت مثلا إيه يبقى أنا عندي بيت في منطقة شعبية كويس والبيت كويس وكل حاجة قام زلزال قوي جدا وقع البيت قعد تهاجمني مش أنا اللي عملت الزلزال أنا مش أنا اللي عملت الزلزال طب تيجي تهاجمني لأن أنا جالي كورونا وتغيبت عن العمل إسبوعين أنا جالي كورونا طب يعني هذا عذر قهري فورس ماجير بيسموه بالفرنسية فورس ماجير صحيح ماجير فورس يعني حصل تسنامي القتلات اللي تبنت في الساحل الاندونيسي وبعدين قامت تسنامي وغطيتهم هل ده معناه أنه صحاب القتلات دول فشلين قامت أزمة الشركات اللي هي فلست وقت الثورة في مصر عندنا شركات الشركات دي تأثرت صناعة البزنس صناعة السياحة صناعة الانترتينمنت الترفيه كل الكلام ده كله وقف لأنه كان فيه حزر تجاول فالناس ما بتنزلش صحيح مقدم الخدمة غير قادم على تقديمها لأن الزبون ما بيجيش فبالتالي ما فيش شغل ما فيش بيزن هل ده معناه أنك أنت إنسان سيء أو مدير فلن توقف عن الأستاذ في الماء العجل بالضبط علينا أنه لما نجي نحل نعرف حجم مسئولية النسبية لمدير الأزمة ففي الحالة المصرية هل أخطأت الحكومة المصرية هل الرئيس السيسي عمل مشروعات غلط لا والله معدلات التنمية بتاعته بمؤشرات صندوق الدولي صندوق النقد الدولي إلا ما كانش يقردك لو أنت تدخل على 6% غير قابل على أنك أنت تقرد لما يكون عندك مكانة اقتصادية وأدائك وبتدفع تعهداتك في المواعيد وبتدفع مواعيد السكوك والسندات والديون ومرتباتك بتدفع وحكتك كلها ماشية مزبوط خلاص يبقى عندك ملاء في الحالة دي جات كورونا مش هو اللي عمل الحرب الروسية الأوكرانية مش هو اللي عمل استيقظنا ذات الصباح لقينا خسائر مباشرة على الأقل مباشرة مش غير مباشرة غير مباشرة دي إلا ما تحسابتش 25 مليار 25 مليار دولار على الاقتصاد المصري تساوي فطورة ها تساوي أكتر من تلت الموازنة المصرية فجأة بقى زادت عندك نفقتك التلت هتجيبها منين لا تستطيع لا يستطيع الاقتصاد المصري أن يتحمل وحده دون سواه من موارده الزاتية وفي ظل مشروعاته التنموية التنموية وفي ظل مشروع حياة كريمة والحماية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وفي ظل 65 مليون بطاقة تموين وفي ظل حلم المصريين بحياة أفضل وفي ظل خدمة الدين وفي ظل تعهداته الدولية بسداد فوائد الدين وكل هذه الأمور أن يفعل ذلك وعلي 25 مليار كمان دولار أمريكا ما يقدرش الوحيد فكانت الصرخاء نحن نتبه الرئيس قال على مشروع حياة كريمة قال إحنا نحطين تقديرات مبدئية 600 مليار جنيه للثلاث مراحل لكن لما دخلنا جوه وشوفنا الآن ما عنديش داتا وما عنديش معلومات وبيانات دقيقة وصلنا لأننا هنخش على تريليون ولن يتوقف المشروع حتى فظيل الأزمة اللي إحنا فيها لأنه بيعمل في المشروع حجم من العمالة ضخم جدا خليني سيماد نزر أو قرأ بشكلة أو بآخر مقال حضرتك على أنه إما قراءة سودوية زي محرك تفضل أو نوع من التخويف للناس أو الابتزاز لدول الخليج والدول أوروبية يعني كيف كانت ردود الأفعال هنا في الخليج هنا في الخليج اللي فهم صح تحرك سريعا وزا ديك شفت طبعا وهم دي مش تأثرا بمقالي لا والله هم أصلا علاقتهم بمساعلقات استراتيجية وفيهم نخوة وشهامة ورئيس آل المغير منطب من الإخوان سعدون الحياة والرئيس عنده فكرة الكرامة الوطنية دي مهمة يعني هو لا يرفع السماع ولا يطلب من أحد ففي نهاية الأمر جاء السمو الأمير محمد بن سلمان بزيارة كريمة 30 مليار دولار استثمارات 7 مليار دولار اتفاقات تعملت تعهدات بالطاقة بشكل وما دولة الإمارات كانت قابليها عامل اتفاقات شراء أسهم وحساس بيشا واستثمارات في شركات دولة قطر جاء سمو الأمير تميم وعطى الضوء الأخضر لكل المصارف ورجال الأعمال القطريين وأيضا الصندوق السيادي القطري للاستثمار بالتعاون الكامل مع كل الاحتياجات الاستثمارية أو التمويلية للمشاريع المصرية الدنيا بتتحرك ده موجود فاللي فهم صح فهم أنه بالإضافة لحاجة هو الناس لما بتقرأ مقال زادة بتسأل هو مين اللي كتب المقال أنا 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 عندي إقامة في المملكة العربية السعودية من سنة ألف وتسعمية تسعة وسبعين عمر مقيم مقيم وحتى أزيدك منهم سبع وعشرين سنة كان كفالاتي تصدر عن إمارة الرياض وكان كافيري صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وكت بعمل في جريدة الشرق الأوسط أو مؤسسة التي تصدر جريدة الشرق الأوسط اللي هي التابعة لجزء مهم جدا من الدولة السعودية موجود في دولة الإمارات من سبع وعشرين سنة عندي إقامة دائمة في دولة الإمارات شغلي ومصالحي انسى بقى أن أنا صاحب مبادئ وصاحب بتاعه مصالحي موجودة في السعودية وفي الإمارات حكت بمقال أرتجي فيه أن أنا أسيء للإمارات أو السعودية أو أبتزهم أو أعرض مصالح الخطأ لا انسى انسى أي فكر ولا مبادئ ولا أي عاجة في الدنيا يعني هل أنا مخبول وأنا في عمري ده بعد السنين الخبرة دي كلها لا أنا في نهاية الأمر مواطن أؤمن بدول الاعتدال العربي اللي فيها مصر السعودية الإمارات هذا المسلس مهم للمحافظة عليه كل ما أراه أنه ممكن يفيد هذا المعذكر معذكر الاعتدال العربي الذي يحارب الإرهاب التكفير الذي يحافظ على فكرة السيادة الوطنية الذي يعمل بدون شعارات عن ترية ويسعى إلى الاعتدال والتسامح والتعاون من خلال الحوار ومن خلال تصفير المشاكل ومن أجل إطفاء الصراعات ومواجهة دول التطرف والجنون الهستيري اللي موجود في المنطقة كل ما يدعم ذلك أنا أقف معه ولو شفت في يوم ما أعتقد أنه خطر وأنا لأمتلك ناصية الصواب وممكن أكون خطر إن أنا شايف أنه ممكن خطر بأنبه له وده في الآخر ده اكتهات فهناك من يمكن أن يصوبني من الدول التلاتة دول وفيهم ناس بتفكر زي أو أحسن مني وسيادي في التفكير يقدروا يقولوا لي أنت غلطا لكن الأحداث في النهاية الأحداث هي اللي بتعطي انت طلعت وقلت والله فيه خطر الناس اتحركت ثبت إن هو ممكن إطفاء الخطر بالطريقة اللي أنت سارخة اللي أنت سارختها وهي ساعدونا لأننا بنواجه وضع استثنائي ملناش دخل فيه وده اللي عملوا الإخوة العرب وده شيء أنا بأحييه وسعيد جدا بيه وأنا بكلمك دولة وأنا أعمل معك فين فيه جدا ومبارح كنت بتكلم فين فيه سكاي نيوز عربية اللي هي في دولة الإمار في نهاية الأمر لو فيه شيء أنا عامله غلط كان يبقى وضع موجود في مكان آخر ولو أنا المقال ده كاتبه ضد الدولة المصرين لسه رجع لأسبوع اللي فات من مصر يعني ومحدش رفع عليها السماعة من الدولة وقل انت غلط ففي نهاية الأمر كل ما يعني هناك فارق ما بين المتخيل أو المتمنى من حد إنه هو يعمل لك اختيال معناوي أو يسيء إليك وما بين إنك أنت بتقول شيء ممكن حد يكون بفكر يعمل لك اختيال معناوي دايما دايما هتلاقي فيه ناس عندها تفكير مريض واخت بالك لكن أنا عندي حالة جميلة جدا اكتسبتها على مرة السنين وهي فكرة إنه يعني قل كلمتك وامشي يعني ما تقفش وتقعد تبص أقول كلماتي وامضي وامضي خلاص إن أنا في نهاية الأمر عندي قارئ رئيسي وهو ضميري اللي هو ينبع منين من مخافة الله لأن أنا رأيي إن في النهاية كلنا ضيوف مؤقتين في الدنيا دي حنيجي نقف في النهاية أمام مليك المقتدر بحسب الناس حيجي يقولك ماذا فعلت بعلمك أو مالك أو فكرك أو بولدك أو خبرتك أو الكلام دي قوله والله يا يا أياته الزات العليا أنا في الآخر كان قدامي رؤية كذا حسب أكبر قدر من اجتهادي ويمكن أكون أنا مخطئ أنا بضميري شفت كذا وأنت مطلع على الضمائر وأنت مطلع على النيات وأنت قبل القبل وبعد البعد وتعلم ما كان يمكن أن يكون لو كان يمكن أن يكون فأنت عارف كل حاجة هل أنت شايفه أنا كان جوايا إيه أنا شفت والله العظيم في خطر جاي فبقول للناس الحق يا جماعة في خطر دي رؤيتي عبرت عنه بما أعرف من معلومات ممكن تكون ضعيفة ممكن تكون قوية ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة هذا اجتهاد يا جماعة فلنقبل الاجتهاد ولنقبل الجدل أنا ما عنديش مالع تصححني لكن عندي مهنة أنك تشتمني أنت بتسبني أنا لأنت مش مختلف علي أنت تختلف معايا يعني هي الفكرة اختلف مع اجتهادي لكن في الآخر يعني الأستاذ ناشهت الرأي أنا مختلف مع الرأي ده أنا أناقش رأي الأستاذ ناشهت لكن لا أناقش زمة الأستاذ ناشهت صحيح مش عارف ايه ده تزوج مش عارف مين ده كل الكلام اللي هو اللي هو علاقة بالشخصية وبالأعراض وبالمال وبالتاريخ وبالكذب وبالدس وبالأخبار المنقلة كذبا من عندي كل هذا الكلام الناس اللي عاشت كتير وجربت الحاجات دي ما عادش بيأثر فيها فإذا كان الكلام ده الغرض منه تأثير لن يوقت لن يوقت وفي النهاية في حاجة في مقياس عظيم جدا اسمه مؤشر اللي موجود على النت ده عدد انت ما تعرفش تلعب فيه أو تزور لما تشوف الناس اللي بتخش وبتتكلم وبتقول ايه ومعاك وبتقراك المهم انك انت تصير حالة من الجدل الناس تاخد وتدي معاك وتعمل اعمال لتفكير لكن انت فكرة انك انت عامل جمرك على التفكير وانه من لا يفكر مثلك أو بطريقتك أو لخدمة اسيادك يبقى ده مجرم وقاتل ونحط على سدره حجر واحد احد واذكر الهة محمد يعني مش ما اقول التعذيب الزهني والفكري والاخلاقي ده في نهاية الامر نحن اللي يجب نعود الى مجتمع الحوار ده بيخليني يروح الحوار الوطن يعني انت حالك قلت لا بد نقبل الاخر والحجة تكون على الحوار وعلى مخرجاتك مش على شخصك مش على شخصك فيه في مصر بيدور الحوار الوطني اللي انعقد منه جلسة وان شاء الله بتكتمل لجلسات خلال الفترات القادمة وكيف قرأ من اعلى نقطة في المشهد دعوة الرئيس للحوار الوطني وكيف انطلقت متوقعات لمخرجاتها ايه احنا لازم نفرق ما بين ثلاث حاجات ما بين الدعوة الكريمة لرئيس الجمهورية ومقاصدها النبيلة وما بين بداية انطلاق الحوار وما بين كيف ستكون مخرجات الحوار اللي فئدنا الان حاجتين فئدنا الدعوة الكريمة من رئيس الجمهورية وهذه دعوة نبيلة ترى انه مصر بحاجة الى ان تواجه عالم جديد مرتبك ومشروع حلم اسمه الجمهورية الجديدة لا يجب ان يشترك فيه رغبة رئيس او رغبة جهاز او رغبة طرف او رغبة حزب ولكن ان يكون حوار مجتمعي جماعي يستفيد من كافة عناصر التفكير وعناصر الابداع وعناصر الخيال السياسي للخروج من حل للازمة لانه الازمات الغير تقليدية زي اللي هي موجودة في مصر اللي ايمة على موروث عمره من 1952 حتى الان لا يمكن ان تحل بتشكيل لجنة او لجنة الاصلاح يعني لا تحل بتفكير ابداعي بتفكير جديد زي اللي احنا بنشوف مشاريع كثيرة يقوم بها رئيس الدول لكن هناك استحالة نسبية ان يكون العقل الاساسي الوحيد المفكر والتنفيذ الاول في مصر هو عب فتح السيس يجب ان الشيلة التقيلة دي هذه الاطنان من اهرامات الهم والمسئولية يجب ان يتكتف الجميع اللي كي يحملها معه عشان يعرفوا يحملوها معه يجب ان يشتركوا في صناعة القرار حتى يتحملوا المسئولية فيه فالدعوة او القصد النبيل من الحوار دي لا جدل عندي فيها ان هي جاءت في موعدها وقد حانى الان انه بعد ما حصل استقرار امني ان نبدأ حالة من الحوار يعني حالك الوقتي قلت انه ده كان تطور طبيعي لما جرى في مصر لا وتطور نبيل ومبادرة جاءت من الرئيس واحنا بنتكلم دلوقتي على المبادرة صحيح نبتدي بقى نتكلم على التنفيذ الاكسيكيوشن لا قبل ما نخش على التنفيذ لانه قيل انه لماذا الآن لانه الدولة شعرت انها في موقف ضعيف فلجأت الى المعارضة لاستيعابها فيه اجابتين اه ما هو اي وقت كان حيتقال كان حيتقالك لماذا الآن في نهاية الامر بس لماذا الآن انا حسب فهمي انه الدولة الان بدأت ان تستقر امنيا ودخل على عالم فيه علامات استفهام اكتر من هو عالم اجابات في العالم كله يعني شحنا بس يعني فده يحتاج لجهدي جماعي في التفكير ببساطة شديدة النقطة التانية انا هفترض ان الدولة دي فعلت ذلك مرغمة طيب مرغمة قطر خيركو ان احنا ارغمناكو وسمعتو كلامنا وحستو بين كان الاسوأ اشكرك ان احنا كان الاسوأ ان نطلع ان نقولك والله الدولة دخلة فيه ازمة والعالم فيه ازمة وانت ماشي على حالك او زي ما بنقول بالمصر انت ماشي على قديمه خليك على قديمه كده ما ينفعش يا عام اقولك لا انا حمشي على كيفي وانا محدش وانا ملك العناد الاستراتيجي وانت تقولي غير لا انا مش مغاير واخبط رسك في الحيط كان يمكن كان ممكن يا حدستان انا فهمي فهمي المتواضع المحدود ان السيد رئيس الجمهورية رأى انه قد حان الوقت الان بعد ان استقر الوضع الامني وان احنا دخلين على مرحلة تحديات وان المنطقة فيه تحالة التقلبات وان العالم تعاد صياغته ان نجلس سويا لكي نفكر تفكيرا جماعيا من اجل شكل الحاضر والمستقبل القريب طيب نهوش بالحوار الحوار كما يعني حدث الان البوادر مشجعة الاولى العبارات التي استخدمها انا باستخدم المفردات ولا استطيع ان احاكم النواية الاستاذ دياء رشوان امين عم لجنة الحوار كلها عبارات مبشرة بخير كبير ان هناك انفتاح وان هناك رغبة في العمل المؤسسي والعمل الجماعي والتحاور وان هناك حسن قصد وحسن نية للتعامل مع الجميع وان الحوار مع كل الاطراف ولكن من حرد ومن خطط ومن نفذ ومن على يده حسن ما قالك ما هذا فصيل واحد فصيل واحد وخلاص اكتر حاجة اسعدتني في كل هذا الكلام كمية الرسائل اللي جاية او المشاركات التي تعد بعشرات الالاف ويرجو ان تزيد يعني كل ما زادت المشاركة المجتمعية من فصائل ليست نخبوية وليست محترفة وليست طامعة للسلطة وان الناس اللي تخش الحوار دي لا ترى فيه وجهة اجتماعية او بداية توزير او بداية انه تخش في مناصب عامة ولكن تريد ان تدخل انا جايب بقولك و و و و طموحي هو طموح خدمة الوطن و ولله ولوجه الله ان انا شايف دي بلدي ودي مستقبلي ومستقبل ولادي واحفادي وانا جايب اشارك بمعلومة او بخبر او برأي او باقتراح او بتفكير ابداعي من اجل اصلاح هذا المجتمع لكن ان انا جاي علشان اطلع لي في التلفزيون او اكون بداية توزير جل موجود او بداية سلطة او الكلام ده كله وده سيحدث اه يعني هو حادث وفيه ناس اشتكت اقولك ليه احنا ما دعناش اه لا انت مش هتدعي مصر كلها لكن فيه موقع موجود يا سيدي اكتب انشر قول رأيك انت في النهاية لكن مساحته تتسع خارج هذه القاعد تستلح للمية واربعة مليون مصري يجب ان نشارك فيها لان دي بلدنا ويجب ان احنا نبقى برو اكتف ونكون ايجابي طب نصيحتك لبعض التيارات وبعض القوى السياسية المعارضة من فكرة المشروطية وفكرة فرض رأي وهم فاهمين المشهد غلط على ان الدولة في زنقة فهم بيبدأوا يحطوا شروط وبيتكلم فيما مضى يعني بتكلم في في انجازات ثمان سنين لمشروع لمصري اللي حدارك شفتوا بالتابع ولحظة بلحظة على انه احنا جاينا نقل عشان نقيم مجرة هو انت عشان تقيم مجرة عندك كل المعلومات ايوه ومين دا اللي يحكم علي اللي يحكم علي يكون يابا يفكر زي احسن مني ففي ناس انا اسف اللي بيحكم على حد يعني هو ليه القاضي يكون دارس قانون ويكون مؤهل ودارس الشارع ودارس فقه ودارس شريع ودارس دا عشان هو لما يحكم على حد يكون عنده قدرة على انه هو يكون اهل للفتية اه واخبالك او اهل للاصدار الحكم القانوني ويكون مسلحا بادوات العلم ففي نهاية الامر انت دايما تلاقي الرئيس السيسي يغضب لما يجي يقول له انت عارف انت بتتكلم في ايه لانه الرئيس السيسي هذا الموضوع قعد في عشرات الساعات وقدمت اليه عشرات الارقام وكان يتمنى ان يكون الحل بدون كلفة ويكون مجانيا ولا يتحمله الشعب لكن جات الارقام بتقول له احنا لازم نعمل كذا احنا لازم نزود السولار كذا احنا الظرف ضغط ويقضي وعاني ويتألم ويؤجل القرار ويجيبوا يمين ويجيبوا شمال لكن هم ملوش حل غير كذا في الطلع واحد بقى يفتبع ويتهموا بانه الحكومة بلا قلب وانه الناس تقدر تعيش انا ممكن اقول اخصا من كيف في حاجة اسمها سلوك الينبغيات ينبغي انا وينبغي انا وينبغي ده اسأل حاجة تبقى قعد في التكيف وقعد على كورسي حلو تعمل سلوك الينبغيات الينبغيات ينبغي انا وينبغي انا ممكن القي عليك محاضرة في امور كثيرة جدا اعادك في حياتك تروح طالع البلكونة ورمي نفسك لانك حسيت انك اكبر فشل في التاريخ مش ده المنهة حينما تقيم شيء ليجب ان تقيم القرار بخلفياته وبدواعي وبظروفه التاريخية وبمعطياته الحقيقية بحقائقه العلمية وليس بامنياتك وليس باحلامك او ثأرك من الشخص لا يجب ان تنظر الى القرار لما اتخذ اتخذ في ظرف شكله ايه يعني انت مثلا عندك سيارة وجيء حد عزيز لديك بعد الشر بعد الشر محتاج جراح والعربية دي تساوي مثلا 300000 جنيه وجيء واحد قالك انا فعلك 150000 جنيه دلوقتي اجينا بعد سنة اقول لها لقد بعت السيارة بابخس من ثمنها كم ربحت من هذا الموضوع كم اهدار تعرف اللي طريقة ايه هل بتاعة عدل امام المصري هل وهل وهل لا انا بعتهل لانه وقتها كنت مسنو يعني عملني عملني انا عندي عندي عزيز لدي بعد الشر موجود في غرفة الانعاش محتاج جراح العربية تتسوي 300000 واحد جيء قال لي 150000 حبح حبح صحيح يعني يجب تقدير الظرف بشكل موضوع الذي تخص فيه القرار الذي تخص فيه القرار ما اندعش تقصيله وعمل الظروف هل انت تعرف كل الظروف المحيطة بهذا القرار اعرف وتعالى اكلمني اعرف وتعالى اكلمني وتعالى حاسبني ولما تحاسبني حاسبني بالوصائل قل انت بعت التوع ده كذا لكن فيه عطاء كان متقدم من شركة كذا في البترول وانتو حصل كذا وانتو حصل عندكم فساد في كذا وانا اطلب محاكمة لكذا لو عندك لو عندك ده وعندك المقدرة دي وعندك المعلومة دي وعندك القدرة دي وعندك الادوات دي معاك على طول الخط اسقط حكومة اسقط حكومة اسقط وزير تقدم للنائب العام لكن لما انت كله كلام انتبعات وكلام سوشيال ميديا حرام ان احنا نكسر في بلد فيها ناس بتموت عشان تحاول ان هي تبنيها حرام اي تنك المشروع الوطني خصارة خصارة ان المشروع الوطني دي بلاش استياد في الماء العاك وفي نفس الوقت عشان محدش يفهمني غلط نحن دورنا الشعبي الرقابي لابد ان يكون في اقصى حالاته سواء كرأي عام او كاعلام او كمجلس تشريعي في الشيوخ وفي النواب في النهاية كلنا يجب ان نتشارك بس ان نتشارك وفق قواعد موضوعية وليست قواعد ثقرية ويجب ان يكون سرعنا مع العدو الحقيقي وليس سرعنا مع انفسنا احنا بنصرف وقت كبير في تكسير انفسنا بانفسنا ونقدم ضحايا مجانيين من معسكر الدولة الوطنية اللي بتقتل الدولة الوطنية وطيارات جوه الدولة الوطنية بتخلص على الدولة الوطنية بدل ان ننصرف لمشاكلنا الاساسية وعدونا الحقيقي اظلني كلامي واضح واضح جدا يعني المفروض اختم لكن عايز اسألك على سؤال انا بيمثل هاجز بالنسبالي ودايما ما انتقد انا شخصيا يقولك انت تتكلم دايما عن البرامج عن الاخوان وبتابع اخبارهم وبتقول ان فيه كذا وفيه كذا وخلاص الموضوع ده صفحة وانطوط وبلاش نتكلم عليه امتلا وخلصه خلاص هل تتفق مع هذا الرأي ام مع رأي انه لا احنا ده العدو الحقيقي المتربس اللي بيحاول يثير ازمات دائما ويصنعها ويخلق شاعات فبالتالي لابد من العمل على فتحه امام الرأي العام اي رأيين صح انا عندي نظرية انه قضية الاخوان هي قضية وجودية بالنسبة لمستقبل مصر السياسي ودون ايجاد حل حقيقي وليس حل يقوم على فكرة الفتح بس يعني حفظ الاقول اسوأ نظام في العالم واسوأ بشر واسوأ 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 والقطر الاكبر والكلام ده كل في نهاية الامر ما زال هناك من هو ضعيف الثقافة الاسلامية من هو ضعيف النفس من هو مغرر به لهو فاهم الاخوان غلط بس الفكرة مش اننا نشرح له الصح وبس ولكن قضية الاخوان دي قضية لا بد من ايجاد حل لا يمكن ان يبقى هناك التنظيم الدولي لجماعة الاخوان على قيد الحياة ونحن فيه امان هذا التنظيم خطرته انه عابر للدول الوطنية وعابر للحدود وفكرة هذا التنظيم الدولي الغرض منه تفكير استعماري شيطاني يريد في نهاية الامر ان يقود العالم عبر التنظيمات يعني سرية باطنية لا احد يعلم العالم استقر على فكرة الدولة الوطنية والعالم استقر على فكرة الدولة المدنية والعالم استقر على الدولة اللي هي الدين فيها لله والوطن للجميع والعالم استقر على انه لا يكون هناك جماعة او ماليشيا فوق الدولة وفوق الجيش الوطني للدول والعالم استقر على انه لا يكون هناك فكر باطني ولكن كل الافكار تطرح على مائدة المجتمع وتطرح بشكل علني موجود ومصر استقرت في تجربة لمدة عام ان استطاع تنظيم جماعة الاخوان المسلمين ان يسقط نفسه بنفسه بعد عهود الملك فؤاد والملك فاروق والرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك هذا النظام هو اللي اسقط نفسه بنفسه كل الانظمة دي ما عرفتش تعمل حاجة مع الاخوان قعد 12 شهر 365 يوم خلص على نفسه بسوق الادارة فالقصة ليست لها علاقة فقط بالايدولوجية ولكن لها علاقة بالكفاءة جماعة الاخوان غير كفاءة ان تتحمل تحديات مصر وانا حطرح سؤال لو كانت جماعة الاخوان كانت موجودة كانت بنت عاصمة ادارية كانت بنت 12 محافظة جديدة كانت اسكانت مليون ونص من العشوائيات كانت علجت 3.5 مليون من الكبد الوبائي كانت زادت محصول الامحة بالشكل اللي هو حاصل دلوقتي كانت نقلت مصر من ميزانها العسكري الى انها تكون 7 او 8 قوة عسكرية في العالم كانت قدرت ان هي لا تتورط في حرب بشكل حكيم ان هي لا تتورط في اسيوبيا ولا في السودان ولا في ليبيا ولا في ليبيا كانت ما عملتش مشروع غزة الموسعة وباعت 700 كيلومتر من اراضي سيناء حاجات كتيرة جدا كانت قدرت على الارهاب التكفيري في سيناء كانت شالت 14 مليون قطعة سلاح تهربت ودخلت ماز كانت قفلت ورش صناعة السلاح صناعة السلاح الغير قانونية اللي هي موجودة كانت امنت الحدود كانت بنت اكبر اسطول موجود في المنطقة كانت نوعة الدولة الوحيدة اللي هي عندها عندها طيران فرنسي امريكي روسي صيني برازيلي يعمل في ان واحد في جهاز الخدمة للقوات الجوية المسلحة المصرية في حاجات كتيرة جدا في النهاية كفاءة دمعة الاخوان افرد يا سيدي هناك من هو بلغت به يعني الحالة الحماقة السياسية ان امنة مئة في المئة بانه فكر جماعة الاخوان ده هو الافضل والاعز طب من ناحية الكفاءة من ناحية الكفاءة كان هيدير ازاي فمن ناحية القصد احنا ضد القصد من ناحية الهدف النهائي احنا ضد الهدف النهائي من ناحية طريقة التكوين احنا ضد التكوين من ناحية التشكيل احنا ضد مشكلة التشكيل التاريخي من ناحية الكفاءة احنا جربنا الكفاءة ففي نهاية الامر اعتقد انه طول ما فيه شيء اسمه التنظيم الدولي لجماعة فنحن في خطر نحن في خطر بس يجب ان احنا ننتقل من حالة مجرد تجريمه بالقول وبالفعل الى طريقة للتعامل معه بشكل مش التصفية الجسدية لا التصفية الوجودية يعني يصبح هذا تنظيم هش لا معنى له زي ما استطاعت انه جنوب افريقيا ان هي تخلى العنصرية زي ما رواندا بطلت فكرة الهوتو والتوتسي اللي هو موجودة فيها زي ما المانيا عملت انهاء النازية بعد هتلر في حاجات كتيرة جدا يجب ان يتم التعامل معها بشكل اكثر عمقا واكثر فاعلية واكثر ذكاءة طيب في سؤال المفروض تسألته وما سألتهش يعني في حاجة تبقى لا انا اشكرك هو بس ارجو لو في اي اجابة انا قلتها ممكن تكون قاصرة او ما شرحتهاش او انا يعني انحرفت عنها انا جاهز ان انا اصلح انا اشكره جدا اشرفت بحاجة جدا وشاهدين اكرام دونتم في امان الله اشتركوا في القناة